السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعادنا مع الحلقة 23 من مسلسل فاتن أمل حربي بدأت الحلقة بأن المستشار عدلي قاعد مع شكيب والمحامية وبينقشوا قانون الأحوال الشخصية وبيدوروا على صغرة في القانون عشان يكتبوا المذكرة المستشار عدلي قال لهم طاعت الزوج دي فيها عوارد ستوري ودي اللي نكتب بيها المذكرة الأولى في الوقت ده دخلت عليهم فاتن المستشار عدلي قال لها أنا عرفك شفتك وانت صغيرة لما جيت مع أبوكي محكمة المنصورة وقال لها أبوكي أمل حربي أمين سر محكمة المنصورة وبعد ما خلصوا كلهم مع المستشار روحوا للشفيع وقالوا له عملوا ايه مع المستشار المحمية بتسأل فاتن يعني ما حكت لناش عن أبوكي قبل كده قالت لهم يعني أنا حكيت لكم على أمي وقالت لهم إنها مش فاكرة حاجة غير إنها كانت بتلعب بعد كده فابوها ومرة واحدة كده أمها تدعت من القودة وقالت لها الباقية في حياتك وهي ما كانتش تفهم يعني إيه وبعدها فترة بسيطة أمها كمان ماتت وقالت لهم أنا مقطوع من شجرة أما الشيخ يحيى فكان نايم في البيت لوحده شكلهم وثابت له البيت ومشيت وجاء له الشيخ عبد العظيم وقعدوا يتكلموا مع بعض ويلوموا ويعادبوا بعض الشيخ عبد العظيم قال للشيخ يحيى أنت دخلت للأزهر عشان تكمل مسيرة أبوك أمه لأنا بقى دخلت ليه أنا دخلت للأزهر عشان أبويا ما كانتش معاه فلوس يدفع التعليم العام يعني عايز يوضح كده إنه هو تدع الشيخ بالصدفة يحي قال له أنت بقيت إرهابي للوقت والفتاوي بتاعتك بقت إرهابية ويحي قال له فاكر لما عرضوا علينا نسخل جامعة الإخوان وإحنا مرضناش قال له أنا مرضتش عشان هما بيشويهوا الدين أما أنت مرضتش عشان كنت خايف من البوليس طبعا دي أفكار إبراهيم عيسى إن لازم الشيخ يبقى كده منحرف وبيتجر بالدين ما علينا ويحي قال له عبد العظيم والجوازات اللي أنت بتتجوزها في السر دي قال له مراتي عارفة بيها أنت عايز إيه وبعد كده عبد العظيم سابه وخرج أما فاتن فكانت قاعدة مع جريطة السورية وكانت بتوريها الصفحة وصلت لكم ألف وقالت لها الصفحة وصلت ل 47 ألف فاتن قالت لها بس فيه ناس بيشتموا قالت لها ملكيش دعوة بيشتموا وبعد كده قامت فاتن عشان تكلم الشيخ يحيى واتقابلت هي والشيخ الحبي بي يحيى وقالت له أنا عملت لك مشاكل كتير في شغلك وفي حياتك وفي بيتك قال لها أنت ما عملتش حاجة قال لها السبب في المشاكل العقول الجمدة اللي بيستخدموا الفقه للطهاد المرأة قالت له بس أنا ضريتك قال لها لأ العقول دي اللي خلوا الإمام محمد عبده يقدم استقلته ورفضوا طاوه حسين وكمان الشيخ علي عبد الرازق أكبرول لهو يقدم استقلته قالت له أنا معرفش حد جرت طاوه حسين بس من الناس دي وبعد كده خلت بناتها ومشت وهو وقف يتفرج عليهم وهم ماشيين ايش بقول لكو الشيخ الحبيب بعد كده أخصائيت التخاطب كانت قاعدة معا يارا ولما فاتن سألت رجاء ايه أخبار يارا دلوقتي قالت لها ان الأخصائية بتقول ان هي خلاص بقت كويسة وبعد كده ظهر القادي داوت وكان قدامه قضية بيخيروا البنت تروح عند أمها ولا عند أبوها البنت اختارت تروح عند أمها والأب قال يبقى الخمسمين جنيه اللي كنت بادفعهم خلاص كده مش هادفعهم وبعد كده دخلوا في قضية فاتن وطبعا شيخيب المحامي قاعد يقول كلام قدام القادي وكلام ما لهوش دخل بالقضية المحامي كان عايز ان سيف يدفع فلوس الإيجار بتاعت الشقة اللي فاتن قاعدة فيها دلوقتي لان الشقة تبرع من جمعية وفي أي وقت ممكن يرفضوا ويدفعوا الإيجار القادي قال انه هيعملوا تحريات ويشوفوا ثمن الإيجار كام وبعد كده يشوفوا الحكم ايه فاتن طلبة الكلمة قالت أنا سألت وعرفت ان الشقة دي إيجارها 3000 جنيه فدلوقتي سيف هيقول اللي هو معهوش فلوس يدفع وهيروح ينقلني في شقة بتلتميت جنيه أم محمام بلدي والمشهد الأخير من الحلقة شافية راح مكان زي مستشفى مجنين كده وقال ازايك يا أمل حربي وانتهت الحلقة على كده شكرا